بعد ثلاثة أعوام على احتجازه تقوم ميليشي الحوثي بتصفية الجندي ينوف حسن البتينة الجندي واحد من أفراد المنطقة العسكرية السابعة في الجيش الوطني وقد توفي تحت التعذيب في معتقلات الحوثيين وتلك هي الحالة الرابعة خلال أقل من شهرين الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أدانت تعذيب الحوثيين للأسير ينوف حتى الموت وقالت إن ميليشي الحوثي تستخدم التعذيب المفضي إلى الموت والإعدامات الميدانية بمنهجية في تصرف لا يختلف كثيرا عما تستخدمه الجماعات المتطرفة الهيئة استغربت من الصمت الدولي إزاء العديد من الحالات المشابهة وقالت إن عدد قتل الحوثيين تحت التعذيب لافت ويستوجب تحركا دوليا وإقليميا قويا من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم لا تنفصل هذه الجريمة عن جرائم أخرى مشابهة فخلال أسبوعين فقط أعدمت ميليشي الحوثي شنقا الجندي محمد أحمد وهبان في معتقلها بالسجن الحربي لا تفرق الميليشيا في سجونها بين عسكريا ومدنيا وإن كان التفريق لا يعني انتهاك حقوق الأسر الجنود فقبل نحو شهر أقدم الحوثيون على تعذيب هشام الحكيمي أحد موظفي منظمة رعاية الأطفال حتى الموت كما أقدموا على تصفية عز الدين صالح الحبجي بعد 14 شهرا على اختطافه وآثار التعذيب البادية على جسده تدل على انتهاك الحوثيين لكل المواثيق الإنسانية وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثيين المنظمات الحقوقية توثقت أيضا قيام الميليشيا بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 مدنيين وهم يتعرضون بحسب قولها لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر